أنا هفرفشكوا شوية بصورة اللي جاية طبعا يا جماعة في صورة مشهورة جدا للعالم أينشتاين انتشرت والحد دلوقتي ما زلنا بنشوفها في شكل أنا بحبه أنا بحبه هحكي لكم بعض كيب صورة أنا هحكي لكم قصة ده كان في عيد ميلاده الـ 72 وكان فيه طبعا مصورين كتير جدا موجودين في حفلة عيد ميلاده وكل شوية بيحاولوا أن هم يصوروا لحد مزهق بعد بقى مزهق ففيه مصور طلب منه أنه قالوا أنه عايز صورة مرة تانية مختلفة بقى لا مش مختلفة هو كان عايز يبوز الصورة أصلي يعني هو مش عايز يتصور هو فعلا من كتر ما هو زهق كان عايز يبوز الصورة بحيث أن هي تطلع شكلها مش حال فقال نتطلع له لسانه فبالعكس الموضوع أجيب العكس أن الصورة دي بقيت من أشهر الصور للعالم أينشتاين وبينت قدقيه الجانب الفكاري اللي فيه ورجع تنتشر دلوقتي يعني هي منتشر على الحد دلوقتي احنا بنستخدمها كاكوميكس نعم وكمان دخل في مزاد بالضبط اتبعت بقى بكامية يا جماعة ها 74 ألف دولار ايه يعني؟ ايه يعني؟ هايت علشان عالم بيطلع على لسانه علشان يزهق لا يا باقي الفكرة إن هي مش في دماغه أصلي هي تباقي دلوقتي الموضوع عن هو إيه إزاي بحي منعمل كده ايه مش هتصور عرف الجو دي تتباع دي بقى أصر صورة لك بعشرة مليون دولار يا سيدي طفل طفل لأ وتعمل منها نسخة تانية على فكرة يعني انت عمل منها نسخة تانية في 2009 والصورة الأصلية زي ما قلنا إنها تباعت أنا بحب أينشتين جانب فوكاهي جدا غير إن هو طبعا عالم في مجال الفيزياء كبير جدا